المرأة عندك في كل الصور هي المرأة التي تؤذي نفسها بتخرز قبر في جسدها هناك أيضاً عندك الغراب أنا هقول لك المجموعة اللي أنا عملتها اللي هي اسمها صنعة في البيت دي مجموعة صور تمت بناءاً على مفهوم معين المفهوم ده هو أن أنا كنت عايزة أعمل حاجة عن علاقة الستات بجسمهم امتلاكنا الجسم مع الوقت بيتحاول العب يعني طول الوقت بيتقلق أنت ست لازم تعودي بالطرق الفلانية تتكلم بالطرق الفلانية لازم تتجوزي لما يبقى عندك 28 سنة لازم تتجوزي لأن خلاص هيفوتك سن الجواز وتبقى يعانس أول ما تتجوزي لازم تخلفي أنت ما فيش عندك وقت فطول الوقت بنطارد بالفكرة دي كأنه عبق جديد بالأعباء بالضبط فأنا عملت جروب على فيسبوك صغير وابتديت أدعو ستات تانيين أنهم يكلموني عن تجربهم الشخصية في كونهم علاقتهم بجسمهم وعلاقتهم بالتهم والناس بتعرفهم يعني إيه المفروض المجتمع بيقولوه لهم لازم يعملوه هم مش عايزين يعملوه وبعدين قعدنا فاستوفيس وتكلمنا مع هذا الجروب بالضبط واحدة واحدة قدنا نكلمنا عملنا حوار وانت بتتكلمي مع حد دي حاجة بتبقى شخصية وفيها مشاعر وكده خدت كوتس من اللي قالوه أو خدت مقطع بتدوا يتكلموا وأنا كتبت الكلام اللي قالوه قلت لهم أنا هصور ده هل تحبوا تتعاونوا معي في كده وبتدينا نبني الصورة مع بعض هم مشوركاء في المشروع ده يعني لكل صورة عندك قصة بالضبط سنتعرف على بعض القصص أدبب يصبح الوقت ولكن ما رأيك محمد صلاح بما وردت يعني أنت أيضا اهتميت هذا يعني ما تحدثت عنه هبة هو شكل أشكال عنصرية ضد المرأة بأنه تمييزة إلى هذا الحد وأنت ذهبت لتطرح موضوع العنصرية أيضا في شغلك طبعا احنا ما ننكره أنه في اتجابه كبير جدا بين مصر و سودان من ناحية بتاعات هوية اجتماعية أنا نشأته في زي ما قلت لك في بيت متعدد الانتماءات في نفس الوقت أبوي توفى وكان عمد عشر سنة فربتني أمي وفي نفس الوقت المحيطة اللي قمت فيه كله كان نساء فبيقيت ملاحظة المعاناة والقيودة بفضل المجتمع على المرأة فقط كونها مرأة فأنا أتوافق خيبة في كل حيات وأنت المرأة حاضرة في عملك أيضا لأنه هي محور هذا التمييز المرأة في زينتها التي تحاول أن تفتح تعطي لون بشرتها لون أفتح من لون الغامق لأنه هناك نظرة عنصرية ترتكز على لون البشرة النطة دي تقريبا هي بيجاوز على أنه البنت مما تتولد لحد ما تكبر بيكون مرسم لها شكل حياتي كيف في جزء من البنات أو بيتقطع منهم التعليم لماذا ركزت على المرأة لأنه الموضوع السهل الأسهل أم الموضوع الانتمائيات اللي حكيت عنها هي نوع من تبو لم يحن الوقت بعد لكي نتصدى لها أنا مخذ التصوير ك أنه أنا أفهم نفسي أول بعد ذلك أقدر أتكلم عن الحياة الثانية فكون أنا قمت في المحيط بعد ذلك بدأت أتساءل في محوقة الضيقة لهو البيت أنه ليه الحياة المفروضة عليهم يعني مثلا الأم تفرض عليها يعني أنها تفتح لون بشرتها بقرض أنها عايزة عريس أنت عملك عشرين سنة كده كده في حاجات ثانية مثلا المكانة الاجتماعية لقيت واحدة دكتورة لونة أسمر فقامت قلت لي أن أمي تقول لي مثلا نفتح لونك عشان دماشك الدكتور في نفس الوقت هي بتشتغل 14 ساعة في اليوم من دوام لدوام وما مفتم بالحياة لكن الضغوط الأسرية في نفس الوقت بتيت تشوف أن الأسرة ذاتها ضحية لحياة ثانية يعني ولكن هذا الشيء بينقلنا عند إيمان إيمان صورت الوجه الفرح نحن نتحدث عن يعني عمل هبا وعملك وتحدث تريمة عن الأزية وعن الصورة التي توجد فعلا المشكل إلى الآخر أنت ذهبت إلى تصوير المرأة السعودية وربما هذا أيضا عمل بحاجة إلى جرأة ولم يكن مطروح من قبل مشروعي اسمه مشعب بيحكي عن حياة الفنانين والفنانات في السعودية يعني هو موضوع شخصي حبيت أبدأ أتكلم فيه عشان أنا كبرت في السعودية وترعرعت في السعودية ودائما كان في كلمة عيب في كل مكان من الأهل من المدرسة من المجتمع فحبيت أصور الناس اللي هم سووا الأشياء اللي هي عيب ولسه بكملوا بس هي أصلا يعني بالنسبة لي ما هي عيب أشياء عادية مثل مثل يعني هي أشياء يعني أشياء تتكلم عن التعبير حرية التعبير عن النفس من الفن منها القراءة منها من الفن الكتابة يعني الرقص والفن الاستعراضي مثلا الموسيقى هذه الأشياء كلها تعتبر في مجتمعنا عيب يعني أكيد في المجتمعات التانية كمان وحاولت أن تضيئي عليها يعني حتى هايدي مش عيب هي موجودة بكل المجتمعات ريما يعني أنت تحدث عن دكتورة ولكن بشرة سمرة يقال لأنك دكتورة يعني ما لازم يكون يعني في أنماط صورة نمطية هل نكسرها من خلال الصورة أم نثبتها من خلال الصورة الفن الفن أكيد بده يكسر النماط الأكيد أنه بده يواجه النماط الفرق بين الشي اللي هو تعميمة أو سائد ندع أو بين العمل الفني اللي بيكون فيه وراء عين ورؤية وخصوصية مقاربة فنان هو تماما أنه بيزيد التفاصيل أو الألوان أو منقول بالإنجليزي نيوانسز يعني أمتى بتقدر اليوم تتعممي وتقولي أنه المجتمع السعودي هو بأكمل وكذا هذا اللي منشوفه بالإعلام هذا اللي بيوصلنا إنما لما منطلع على الشغل الفنانيين منقدر ساعة نشوف ألوان منقدر نشوف الشيدز التدرجات اللي هو طبعا في وضع عام هو كذا إنما أيضا في ناس مثل إيمان اللي هي عم تلقي الضوء على موضوع هو أولا بهمة هي عم تحكي عن Underground Life of Artists هي أصلا هي نفسها فنانة وبالتالي هي عم بتعيش هذه نفس المسألة أو نفس اليوميات السؤال الثاني اللي بينطرح هو بالعلاقة مع الثلاث مشاريع الفنانين الموجودين هنا هو كمان سؤال إنه الفنان وين بيقرر يوقف يعني أنت لما عم تعملي عم بتقدمي عمل فنك كفنانة السؤال هو إنه وين موقعك هل أنت عم تطلع عليه من مسافة هل أنت جزء من هذه الصورة هل أنت عم بتحاول تظهر صورة الآخر عن نفسه بهالعمل بحالة هبة مثلا إذا أنت بتشوف الصورة اللي فيها وخز القبر إذا واحد بده يخذها بالمعنى التعميمي أو النمطي إنه هبة عم بتكرس موضوع أذية المرأة لنفسها أو المرأة كضحية بينما هي بهذا الوقت إذا بتشوفه السيريس كلها لأنه هي جزء من من مجموعة من مشروع كامل أنت بتشوفه أنه هي عم بتحاول تظهر بصورة كيف النساء نظرتهم لنفسهم من وراء الصورة النمطية النمطية والمجتمع عم بحاول دائما التلقين من هي وصغيرة البنت يمكن هيدا كمان إيمان للي أنت حاولت تعمليه كسر الصورة النمطية إنه تصوير المرأة السعودية بصورة مختلفة عن الصورة النمطية اللي اختينا عنها بالضبط يعني إحنا دائما الناس من بره بيجي بيصورونا أو بيتكلموا عن حياتنا وعننا بس إحنا يعني النساء السعوديات يعني هذا اللي أنا بحاول كنت أسويه إنه في النساء في السعودية طبعا فيه تنوع لأنه الصورة العامة اللي احنا عنا إياها عن السعوديات إيش أو إنتو يعني صورة واحدة صح؟ صح فأنا حبيت أقول لا إحنا مش شيء واحد يعني فيه اختلاف زي ما إنتي شايت مضبوط كان عندكم صورة واحدة قلت صح؟ يعني طبعا دلوقتي بيبقى فيه صورة عامة عن أي مجتمع ما هي الصورة التي لديك في ذهنك عن المرأة السعودية؟ إنها بيتم السيطرة عليها بالكامل إنها ما تقدرش تسافر من غير محرم تقدرش تتحرك من غير محرم وإنها بتنتقل من من تبعية الأب لتبعية الزوج بالضرورة أو عن المرأة السودانية أو عن السودان طبعا السودان السودان علاقة مصر بالسودان علاقة وثيقة جدا من زمان يعني إحنا نعتبر انتداد لبعض يعني مجتمع واحد ولكن فعلا لأنك فتحت هالموضوع انتداد لمجتمع واحد هو يتحدث عن اختلاف لون البشرة نعيزة بس أقولك على حاجة كمان الموضوع اللي هو تحدث عنه يجوز التحدث عنه في السودان لكن هو موضوع عالمي وفي مصر أيضا طبعا عالمي في الدنيا كلها فكرة أنه أنا أن الستات أنفسها تبقى أبيض درجة أو درجتين لأنه ده مرتبط بزهننا فكرة الموضيل الحلاوة يعني في تعريف عام الست الجميلة شكلها إيه مقاسات جسمها شكله إيه درجة لون بشرتها شكله إيه وإحنا نعود طول عمرنا نجري وراء النموذج ده ده نموذج محطوط عاود طول عمري قدام المرأة أقيس لا لا عايز أشير حتى بدهنا لا 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 مش معقول دي درجة لون دي يعني طول الوقت وأنت وعلى نكرة نادا كمان أنه هاي دي المرجعيات اللي بتصير مكرسة النمطي اللي هي شو هو مئياس الجمال هاي دي مش بس نبعة يعني هي تكرس أكتر من خلال الأعلام السائد اللي بيجينا من الغرب كمان لأنه الأعلانات اللي منشوفها اليوم لبرودكتس للبشرة أو لبعالوات اللي بياخدوهن هي دائما هو تكريس لهذا المرجعي أنه الجمال عنده مئيس محددة وهو منه احتفاء بجسدك كمرأة مثل ما هو واعترافك فيه وحبك لأله إنما كل الوقت الطوق أنك تغيره وأنه اللي عندك هو على عميات التجميل مش كامل في كل حتة اللي هي دلوقتي اللي سائدة يعني